السلام عليكم وهلو هلو مساء الجمال والسعادة على اميرات الامارات وحشتوني جدا جدا بحبكم من اي مكان بتشوفوني بجد انتو كده غليين على قلبي يارب دايما حياتكم خير وسعادة وفرحة وهنى وكل حاجة حلوة زيكم ويساعدكم زي ما بتساعدوني بوجودكم الدايم معايا كل يوم وتشجعكم المستمر يارب اكون عند حصن ظنكم يا احلى اميرات النهاردة احنا مع بعض فيديو جديد فيديو لسيدة تعودنا نشوف منها روتين وتنظيفات وديكورات وحاجات حلوة جدا جدا لكن النهاردة هنعيش بقى جو الاسرة ازاي هي كام بتتعامل مع اولادها بتهتم بكل تفاصيلهم الحلوة قبل ما نبدأ الفيديو تحاية خاصة لنور من ليبيا شكرا على تعليقك واحلى طبعا ترحيب بيكي وترحيب بكل حبيب الغليين تعلاقاتكم كلها على راسي من فوق من اي مكان بجد انتو بتشوفوني انا فخورة ان انتو موجودين معايا يا رب اكون عند حسن ظنكم بكل حاجة تعجبكم وتفيدكم وتخلي بيتكم احلى بيت في الدنيا تعالوا نعيش مع بعض اجواء كده السيدة الحلوة اللي معينا النهاردة بكل افكارها الحلوة هنشوف اول حاجة شوية من الروتين والترتيبات والتنظيفات وكمان هنشوف الجزء التاني زي ما قلت لكم الجزء الخاص بحياتها هي كام بدأنا معايا هنا من غرفة بناتها هي عندها بنتين ما شاء الله وولد هنا دي الغرفة بتاعت البنات اهتمامها ان هي تنظف لهم السرير بتاعهم وكل حاجة يعني بتخليها كده زي ما انتو شايفين بالصورة الحلوة دي كمان ده الجزء اللي شوفناه في اول الفيديو اهتمامها بنظافة مطبخها يعني بنشوف دايما كده ان احنا الحاجة اللي احنا بنعملها كلنا ان احنا بننظف المطبخ من الدهون اللي عليه لكن كمان بتقول ان هي بتستخدم المساحة بتاعتها دي في الاماكن العالية سواء في المطبخ او كمان الحيطان لانها بتبقى الحاجات اللي عليها اتربة باستمرار وكمان المكان اللي هو في اخر الحيطة من تحت الفريم اللي تحت ده بتقول ان هي المكنسة بتبقى صعب ان هي توصله وتنظفه فحاولوا برضو ان انتو على طول تنظفوه بفوتا او كده عشان تبنعو الاتربة والاوساخ المترقم عليها تعالوا نعيش معاها شوية كمان من اجواء ترتيباتها للحمام سواء الدكورات اللي بتحطها او اهتمامها بنظافته دايما من الحاجات الحلوة اللي احنا ممكن ناخد منها لقطة او فكرة كده نقدر نعملها كمان عندنا في بيتنا وده كان اللوك النهائي ليه كمان ترتيباتها ودكوراتها الحلوة اللي موجودة فيها كمان اهتمامها هنا بالليفنج روم وبتقول ان هي جابت تربيزة جديدة بتقول ان هي عملية جدا ان فيها ادراج طبعا اي حاجة انتو بتشتروها لما بيكون فيها اماكن للتخزين او انت تشيل فيها حاجة طبعا بتبقى عملية اكتر خصوصا لو البيت في اطفال او في استخدام كتير للحاجات دي بتبقى ترتبها بيبقى بشكل افضل فبديت ان هي تحط فيها الرموت حطت فيها المناديل الحاجات طبعا لها دايما بتضيع مننا حطت كمان في الدرجل تاني الرانر او الكافر اللي بتحطه على الكنب وشوية الديكورات والكوشنز والحاجات خليته بالشكل ده ده هنا بقى الجزء التاني اللي هتشارك اولادها في حاجات كتير قوي ربنا يربي يسعدهم ويحفظهم كده ويبارك فيهم وفي حياتكم انتو كمان بدت ان هي تشارك معاهم كذا حاجة اول حاجة طبعا جابت لهم هنا مكنة الفشار احنا على طول بنستسهل وبنعمل الفشار على البتجاز لكن فكرة مكنة زي دي او جهاز زي ده الاطفال هي اللي تقدر تتعامل بيه طبعا هتبقى حاجة لزيزة جدا لهم وطبعا كمان عملتهم لهم بالكراميل او بالسكر وبدأ ان هما يستمتعوا ويتفرجوا على التلفزيون مع بعض ويتشاركوا مع بعض بالتسالي اللي هما عملوها دي فمن الحاجات طبعا اللزيزة اللي نحاول كل فترة ان احنا نشارك ولادنا بحاجة حلوة زي دي ونتجمع مع بعض كده كمان عندهم هنا في الجاردون بدأت ان هي كمان تجهز لهم قاعدة حلوة نحطت لهم الشواية جهزت لهم الترويزة بتاعة الاكل والحاجة اللزيزة ان هي جابت لهم البول اللي هو بيتنفخ ده وبدأت ان هي تجهزه لهم ينزلوا يستمتعوا فيه وكمان في نفس الوقت تكون هي بتحضر لهم الاكل والمشرويات وكل حاجة لزيزة يستمتعوا بيه وبتعتبر طبعا تغيير جو ليهم نفس اجواء البيت لكن بيحسوا ان هما طبعا في مكان برا ده هنا كمان اليوم ده بدأت ان هي تكرر ان هما يخرجوا برا في كافيه كافيه بربي ان هو يكون خاص طبعا بالبنات تستمتع بقادتها الحلوة مع بناتها لبسوا طبعا اللبس او اللون البينك المفضل وكمان قد وقت لطيف مع بعض اهتمامها كمان بصحتهم ان هما يعملوا تمارين رياضية كل يوم الصبح مع بعض وكمان تديهم الفيتامينز طول اليوم عشان يبقوا صحتهم في احسن كده صحة اهتماما ان هي دايما تعمل لهم اكل صحي او تعمل لهم فطار يعدوا يستمتعوا بيه مع بعض برضو من الحاجات اللي هي على طول بتحافز عليها ان هي تعملها كانت تعلاقاتكم على كام سيدة كنا نزلناهم الفترة اللي فاتت ان انتم كنتوا بتقولوا ان هي على طول مقضية وقتها في البيت او في النظافة والروتين اه ما بنشوفش الاجواء الخاصة بالاسرة او اهتمامها باولادها او ببناتها او كده طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان كل حد بنحترم خصوصيته ان هو يعرض لنا ايه وما يعرضش ايه بس اديكم شايفين ان هم كمان بيهتموا باولادهم اكيد وبيهتموا بيتهم زي عندها ابنها بدأت تعملوا البوتي ترينينج وتعملوا البوتي اللي هو يتعلم ليعمل فيها التويلت ويه كمان ان هي تستخدم له وايبس او تستخدم له بامبرز بنوع صحي او بنوع يكون كويسي حافظ عليه دي من الحاجات اللي طبيعي طبيعي اي ام بتعملها بعيد عن الفيديوهات او الشو اللي احنا بنشوفه ده يا ربي كده يسعدكم يسعد اولادكم ويبارك لكم فيهم وتعملوا لهم كل حاجة حلوة كمان هنا برضو بدأت ان هي تحضر لهم كيك صحي جدا باستخدام الموز طبعا كل مكونات الكيك بس بتستخدم معاه الموز عشان تبقى فايدته اكتر وحطت عليه كمان الشوكلة شيبس وكمان بدأت تجاهزه بالشكل ده حطته في القالب وبدأت تسويه في الفرن من الحاجات برضو اللذيذة اللي الاطفال اكيد كلهم بيحبوا الكيك فبرضو كانت فكرت ان هي تحط فيه حاجة تبقى غنية اكتر تديله طعم وتديله كمان فايدة هنا كمان برضو من تغييراتها اللذيذة جدا في الاكل ان هي خصاصة يوم للمشويات شوفنا احنا الشوية ليه كانت حطاها في الجاردن بدأت ان هي تتبل الفراخ بتدبيلة الشاوي الجميلة وبدأت كمان تحضر شوية من الحاجات التانية اللي تحضرها في الشاوي وكمان الدرة البورجر السوسيس الحاجات دي كلها وبدأت جهز الرز تجهز السلطة جهزت لهم اكل غني جدا وحلو جدا جدا يستمتعوا ان هما يتجمعوا كلهم مع بعض ويبقى تغيير كمان عن الاكل التقليدي اللي هما بيكلوه كل يوم يبقى يوم كده خاصة للمشويات كمان هي زي ما بتهتم بصحتهم وكل حاجة بتهتم كمان بنفسها فبتقول ده من الروتين اللي هي بتعمله يوميا ان هي تستم بنظافة الفم سواء الاسنان سواء كمان شوفنا الاداة اللي هي بتاعت اللسان كمان الستيكس الصغيرة اللي بتعمل او الخيوط اللي هي بتعمل ما بين الاسنان كمان عندها هنا الجهاز ده بيبقى زي تنظيف كده للفم برضو وفي الاخر بتستخدم طبعا غسول الفم فده من الروتين اللي هي بتعمله على طول شان تحافظ كمان على صحتها بجد سيدة لزيزة جدا جدا بكل تفاصيلها سواء في الروتينها وتنظيفاتها زي ما انتوا شايفين كده في اضبك الحاجات اللي بتعملها بس ما يمنعش ان هي تهتم كمان بنفسها وتهتم بعالتها وبأسرتها وتعمل لهم دايما الجديد في ربي كده دايما ايه ديها الصحة تعمل كده كل حاجة ونتعلم ونتشجع احنا كمان منها ده كان روتين تنظيف للبيت كله طبعا يعني هي بسيطة جدا ربطة شعرها ولبسة سليبر عادي وبدأت ان هي تعمل الروتين العادي اللي احنا كلنا بنعمله وكمان طبعا علشان افراد اسرتها دايما كلهم يبقوا جاهزين ده كان روتين من ايام تحضرهم للمدرسة الصبح بتسحب تجهز الملابس الخاصة بالمدرسة بكمان بتحضر لهم الفطار بتاعهم وبتهتم زي ما احنا شايفين الفيتامينز بتاعتهم دايما وبتبتدي ان هي توضعهم للمدرسة بتكون في الوقت ده معاها ابنها برضو بتهتم به وتقضي وقتها معايا سواء في الفطار او في الغداء ان هي برضو تسلي وقتها بوجود ابنها معاها فده كان برضو من روتين من ايامهم في المدرسة تعالوا نشوف كمان ازاي هي بتخلي الملابس بتاعتها بيضة ونضيفها خصوصا كمان الفوت وحاجات المفروشات وكده بتقول ان هي بتستخدم عندها البيكنج سودا او الكربوناتو بتحط شوية من المسحوق معاها بتحط عليهم سائل من الهايدروجين بيروكسايد تقدروا ان انتوا تجيبوه من الصيدلية بتبقى مطهر للجروح كده بيبقى تركيزه بيبقى مخفف وتقدروا كمان لو عايزين تركيزه اعلى ان انتوا ممكن تجيبوه من مستحضرات التجميل من الحاجات اللي بتستخدم فيه سبغات الشعر وكده فتقدروا ان انتوا تجيبوه من هنا او من هنا ويتحطوه على المكونات دي وتعملوا الكرات اللي بتسيبوها ان هي تنشف وتبدأوا ان انتوا تستخدموها مع الغسيل وتحتفظوا بتباقي فجار زي ما احنا شفنا كده هنا في الاخر شوفوا شوية بقى منظمات وحاجات هي بتستخدمها ازاي تنظم شنطتها للسفر وده كان وقت تحضرهم ان هما هيسفروا مع بعض ويستمتعوا باجازتهم مع بعض فبدأت ان هي تحضر الشنطة وبدأت ان هما كمان يهتموا ان هما يغير فلوك شعرهم ويعملوا الحاجات اللي هي الراستة والدفاير الحلوة في شعرهم دي وبدأوا ان هما يحضروا كل حاجة طبعا استخدامها للباكتس او للشنط دي ان هي تنظم شنطتها برضو من الحاجات اللذيذة ده كده كان فيديو النهاردة مليان من الطاقة ومليان من النشاط يارب يسعدها ويسعدكم انتو كمان ويرب يكون افادكم ولو بحاجة صغيرة تنسوش لايكاتكم الجميلة يا احلى اميرات ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وسيدة جديدة وافكار جديدة ويا السلام